الله والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزو الله السلام ومرحبا بجميع من انتحق بقناة بيبا بيباتو مشاهدة طيبة للجميع وادمتم أوفية لقناتي لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كلنا حبيباتي اليوم هندير معاكم طمينة تا أختي حبيباتي لولد تولد اليازو نقول لها الحمد لله ليصلكتي بخير وضيت رب في عزك وعزبابه يا رب العالمين اللهم أنبيته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه وحفظه وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى حبيباتي حضرت الزميلات أختي حضرت الها ربعين علبة طمينة بالنسبة لحبيباتي وصاحبة المشاريع الصغيرة ممكن هاد المقادير والطريقة تفيدهم نبدأ و بسم الله رحت لهذاك اللي يبيع لوازم الحلويات قلت لعطاني سمية طمينة أعطاني سيم مويا سيم متوسط تعزوج كيلو على الغزوج كيلو خدم لي ربعين باطا فالا هنا يراني نحمص فيه وكي يبرد باش نبدأ نخدم طمينة ديالي حتى كملت قاع الكمية خليته برد حطيته فيه جفنة برد ومبعد ذاتي بديت نخدمها هنا بسم الله آلوغ أنا ما عنديش حاجة كبيرة على هادي لو كان عندي لو كان خدمت الكمية على خطرة سما خدمت على زوج دفعت برك 40 علبة تا طمينة اخدت لي 800 غرام تا مارغارين واخدت لي زوج كيلو تا العسل معانتها 500 غرام تا هادي تا لامارغارين أرطل هادي زيت من البطة الدوزية من العلبة التانية استعملت 300 غرام سما 800 وبلنسبة لعسل استعملت زوج كيلو هنا على نار متوسطة قلت لكم راني نسخن في المارغارين والعسل حتى وين يدوبوا كامل وتولي العسل وتولي خفيفة سي نعمال بعد ما تسخن ويتجانسوا المكونات باش نبدأ نزيد عليهم السميد فعلا هدا كتا الطمينة اللي كنت حمصتوا وبرد فعلا على نار متوسطة من قوي وش النار وكين جي ندير السميد نقص كامل النار نقص الهاقع هنا رايكو تشوفوا كيفاش راني رايه تتخلط هنا شوفوا كيفاش راه القوام ندوك بسم الله نبدأ ندير السميد رايكو تشوفوا الخالد كيفاش يولي يولي بهاد الشكل هنا نبدأ ندير السميد نزيد عيني ميزاني شوفوا نصيحة فقط حبيباتي ما تديروهاش حكما روحة تولي يبسة ولا تولي حجرة وسينة تولي لكم شغل رفيس ما بقاتش مبعد ضمينا وبالنسبة الحبيبات اللي كتروا العسل على المارغارين تولي حجرة من بعد كي تبرد هدي حالنقطة اللولة الملاحظة السلبية اللي في البنات ولا اللي يحضرو العسل يديرو العسل كتر من المارغارين وكي تديرو المارغارين كتر من العسل جي ميد ما سما لازم تحاولو تديرو نفس الشي كي ما حاولت ندير نفس الشي والحمد الله جا تبنينا ما تقهمش فالا القوام تحج شباب دو كتشوفو هنا بعد ما زد هنا بعد ما زد السميد هنا دو كنزيد حلوة الترك بش تعطيلها بنا بسرح ما نديرش بزاف وخلاص هنا نطفي عليها ونروح ونخدم ديغاكتما لبوات تاوعنا هكدا سخونا نعمروهم داك نبدو بسم الله هنا وش نحتاج لتزين حلوة الترك لدغاجي أنا استعملت هدو تعليك تعالقلوب وهدية زريعة البسباس والقرفة بيانش لازم تكون أنا ستفت ربعين بطا تعي علش باش الخدمة تكون من الضماء ونعرف شحل نخدم كما قلت لكم أنا ندير نخدم قبل الدفعة اللولة حتى نكمل قاعد نعمل الليبو ونبعد ندير الديكوغ الديكوغ ندير هكدا القرفة نتو مزين كما تحب وكما يهو لكم بس حسين نغمال لازم ندير الديكوغ شباب علش يقول لك زمان العين تأكل قبل الفم ندير القرفة وندير حلوة الترك ندير شوية حلوة الترك فليكوتي ندير الليد غاجة وندير زريعة البسباس راكو تشوفو بهد الطريقة تومزين كما تحبو بهد الشكل ونبعد غير تخدم تكمل ديكوغ تلتبايط واللازوج واللاربعة أغلقوهم باش تقعد هكدا دافية وتقعد حكما روح سين ولكن تلحق لهم برد شوية نفس الشي بالنسبة للعلب الأخرين هنا أنا نكمل نغلق بهد الشي وطمينا تاعين كملها حتى نوجدها في ضرف ساعة حبيباتي كملتها بها بالدكوغ تاح راكو تشوفو هاي كيف اشجد ما شاء الله تبارك الرحمن قل هالأختي حبيباتي مبروك عليك للمرة التانية وربي شفيك يا رب العالمين والحمد لله وربي يدوم الفراح في بيوتنا وربي يرزق كل محرومة ومحروم يا رب العرش العظيم بالدرية الصالحة يا رب العالمين إذن بهذا حبيباتي الحقنا نهاية الوصفة تاعنا ونهاية الفيديو تاعنا نتمنى إن شاء الله أنه الوصفة تاعينا اشترك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبالنسبة اللي تجربوا وصفاتي ما تنسوش تحطوهم في الجروب تاعنا سور الفيسبوك الموند بيبا بيباتو مبقى لغين لقولكم تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم ولداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا